من الجيد أن يتعلم المرء لغات جديدة غير لغته الأم وذلك لإنشاء صداقات حول العالم والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى وغيرها من الأسباب العديدة والمفيدة للشخص ورغم تعدد اللغات في العالم حيث يوجد أكثر من 6900 لغة مختلفة إلا أن من أغرب لغات التواصل حول العالم هي لغة الصفير أو كما تسمى لغة العصافير قرية كوشكوي شمال تركيا وتعني قرية الطيور منذ أكثر من 400 عام اخترع سكان هذه القرية لغة الصفير لتصبح وسيلتهم في التواصل خاصة مع تباعد المسافات بين منازل ومزارع سكان القرية والتي تنتشر بين الجبال حيث يتحول كل حرف من اللغة التركية إلى نغمة صفير معينة ومحددة شبيهة بصفير الطيور والعصافير وتكون هذه النغمة مفهومة للجميع بحيث يمكن حتى تركيب جمل كاملة للتواصل بها وبما أن الصفير يمكن أن يسمع لمسافة ثلاثة كيلومتر كما يقال فقد أصبحت هذه اللغة هي وسيلة التواصل الأسرع والأسهل بين سكان هذه القرية سواء بين المنازل أو خلال العمل في حقول الشاي والبندق التي تشتهر بها هذه القرية وجميع زوار القرية يتم الترحيب بهم بلغة الصفير من الصغار والكبار كما يتم استقبالهم بالغناء والرقصات التراثية وأيضا ومنذ عام 1997 يقام مهرجان سنوي للاحتفال بلغة الصفير والتعريف بها والعمل على بقائها وتداولها بين السكان كما أن هذا الحرص للحفاظ على هذه اللغة أثمر بإدراجها في عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ما رأيكم في هذه القرية الجميلة؟ ولغتها المميزة والغريبة وحفاظ سكانها على هذه اللغة لنصف قرن تقريبا شاركون آراءكم في التعليقات ونتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو